زعبة حساب حسناء الحداد السلام عليكم أنا عايش مع أمي عليكم السلام عليكم عايش مع أمي من بي في بيت واحد ويقضي حاجات وبقضي حاجتها إما أكلها بس بعض الوقت مش معاها قعدة في شائتي هل أنا مقصرة معاها حسب حاجتها يعني إذا كانت هي بتكون محتجالك وإنت عندك طاقة أن أنت تساعديها طبعا تساعديها لكن عند حدود لا يكلف الله نفسا إلا وسعى إذا كان عندك بيتك وأولادك فلابد أن تقسم الوقت بينهم وليس من الجاء الشرع أن تقصري أو أن تقصري أو أن تقصري في حق بيتك من أجل فلا تهدمي بيتك من أجل لكن طب وإيه المعنى المعنى أنت تبذل القصرة الوهدك مع أمك وده إن شاء الله في ميزان حسناتك وإن شاء الله ربنا يبارك لك الأمر الثاني إيه؟ لا تقصري في بيتك يبقى إحنا نعمل التوازن ده ونحاول نفهم وتحاول تفاهمي أمك وتفاهمي أنت هتضطر أن تتكلمي أولادك وزوجك وأتكلمي كمان أمك عشان هم يرضوا منك ده وده ممكن يتحل بتوفيق من الله سبحانه وتعالى إن الجودة بتاعت الوقت الجودة بتاعت الوقت ده اللي هو جودة الوقت تكون عالية فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه بركة في هذا العمل ترجمة نانسي قنقر